مرحبا بكم في قناتكم اليوم سنتناول موضوعا شيقا وأبديا يشغل عقول البشر منذ القدم وحتى اليوم ألا وهو ما بعد الموت؟ هل هو نهاية أم بداية جديدة؟ كيف نظر الفلاسفة العظام إلى هذه المسألة؟ وماذا تقول الأديان الإبراهيمية حول الحياة بعد الموت؟ من سقرات إلى كامت ومن أرستو مرورا بابن الرواندي أبو العلاء المعري ابن سينا ابن طفيل ابن رشد إلى بيرتراند رسل الفلاسفة قدموا رؤى متباينة حول ما ينتظرنا بعد الموت سقرات وأفلاطون تحدثوا عن خلود الروح وانتقالها إلى عالم الأشكال بينما أرستو كان أكثر تحفظا وابن سينا قدم رؤية تماشى مع الفكر الإسلامي إلى حد ما حول خلود الروح في المقابل الفلاسفة الحادثون مثل ديفيد هيوم وبرتراند رسل تناولوا الموضوع بشقوق وتحليل منطقي يبتعد عن التأكيدات التقليدية وبالإضافة إلى الفلسفة نجد الأديان الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام تقدم تصورات واضحة ومفصلة حول ما بعد الموت التناخ والتلموت في اليهودية والعهد الجديد في المسيحية والقرآن الكريم في الإسلام جميعها تصف الحياة بعد الموت وما ينتظر الإنسان من جزاء أو عقاب بناء على أعماله في الدنيا أراء الفلاسفة سنبدأ مع سقرات سقرات الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد لم يترك أي كتابات فلسفية مباشرة لكن أفكاره تم توطيقها من خلال محاورات أفلاطون في حوار فيدو يتحدث سقرات عن رؤيته حول خلود الروح كان يؤمن بأن الموت ليس نهاية الوجود بل هو انتقال إلى حالة أخرى من الوجود في هذا الحوار يناقش سقرات بأن الروح خالدة وأن الموت قد يكون تحريرا للروح من الجسد والانتقال إلى مكان أفضل حيث يمكن للروح أن تتحد مع الحقيقة الخالدة أفلاطون وهو تلميذ سقرات أفلاطون وسع هذه الأفكار وطور نظرية الأشكال في حوار فيدو وكذلك في الجمهورية يشرح أفلاطون كيف أن الروح خالدة وتنتقل إلى عالم الأشكال بعد الموت حيث تتحد مع الحقيقة المثالية هذا العالم المثالي يمثل الحقيقة الأبدية والخالدة بعيدا عن العالم المادي الزائل الذي نعيش فيه أريستو وهو تلميذ أفلاطون قدم رؤى مختلف حول مسألة الروح في كتابه النفس طبيعة الروح ووظائفها أو دي أنيما لكنه لم يقدم رؤى محددة حول ما يحدث للروح بعد الموت يمكن تفسير كتاباته بأنه كان يعتقد بأن الروح مرتبطة بالجسد وبأنها لا تبقى بعد موت الجسد ابن سينا الفيلسوف والطبيب والفلكي والصيدلي والرياضي الإسلامي الذي عاش في القرنين العاشر والحاد عشر تأثر بشكل كبير بالأفكار الأفلاطونية وهو يتحدث عن خلود الروح وانتقالها إلى عالم آخر وهذا نستشفه في كتابه الشفاء كان يؤمن بأن الروح تنفصل عن الجسد بعد الموت وتنتقل إلى حالة جديدة من الوجود ابن رشد ابن رشد لم يكن معروفا بتحديه المباشر للعقائد الدينية المتعلقة بما بعد الموت لكنه كان يؤمن بتوافق العقل والدين في تفسيراته الفلسفية لأرستو كان يرى أن الروح البشرية تتكون من قسمين الروح النشطة والروح السلبية بينما الروح النشطة يمكن أن تكون خالدة الروح السلبية ليست كذلك لكنه لم يقدم رؤية تفصيلية عن ما يحدث بعد الموت وكان تركيزه أكثر على الفلسفة الطبيعية والأخلاقية ابن طفيل في روايته الفلسفية حي بن يقضان يقدم ابن طفيل رؤية عن كيفية اكتشاف الإنسان للعالم والإله بدون الحاجة إلى الوحي الديني بينما لم يركز بشكل محدد على ما يحدث بعد الموت الرواية تقدم تأملات حول العلاقة بين الروح والجسد والفهم الذاتي مشيرة إلى إمكانية الوصول إلى حقائق روحانية عميقة من خلال العقل والتأمل ابن الرواندي ابن الرواندي كان أكثر جرأة في نقضه للأفكار الدينية ولكن معلومات محددة حول رأيه في الحياة بعد الموت قليلة كان ينتقد بشدة الأديان والعقائد التقليدية ويدعو إلى العقلانية والتفكير النقدي مما يلمح إلى أنه لم يكن يؤمن بالأفكار التقليدية عن الحياة بعد الموت أبو العلاء المعري كان لديه نظر متشائمة تجاه الحياة والموت في كتاباته عبر عن شقوقه العميقة حول العقائد الدينية التقليدية بما في ذلك الحياة بعد الموت في أشعاره مثل لزوم ما لا يلزم يعبر عن رؤية متشائمة للوجود وعن عدم اليقين بشأن أي نوع من الحياة بعد الموت كان ينظر إلى الموت كجزء طبيعي من طورة الحياة ننتقل الآن إلى ديفيد هيوم الفيلسوف الإسكتلندي من القرن الثامن عشر كان شقوقيا حول المعرفة المتعلقة بالحياة بعد الموت في كتابه مقالات حول الدين الطبيعي يعبر هيوم عن شقوقه حول وجود أدلة تجريبية تثبث الحياة بعد الموت كان يؤكد أن هذه المسألة يجب أن تظل في نطاق الشك والتساؤل إمانويل كانت كانت الفيلسوف الألماني من القرن الثامن عشر كان يعتقد أن مسألة الحياة بعد الموت تقع خارج نطاق المعرفة البشرية في نقض العقل الخالص يناقش كانت أن مفاهيم مثل الحياة بعد الموت هي جزء من الأفكار الضرورية للعقل البشري ولكنها ليست قابلة للإثبات التجريبي بيرتراند راسل الفيلسوف والرياضي البريطاني من القرن العشرين كان ملحدا وشكوكيا حول مسألة الحياة بعد الموت في كتابيه لماذا لست مسيحيا وهذا الكتاب أجزاؤه الأولى على الأقل متوفر عن المكتب العربية والكتاب الآخر تحليل الأقل يؤكد راسل أن الاعتقاد بالحياة بعد الموت ينبع من الخوف والرغبة في الخلود وليس من أذلة علمية أو منطقية قوية كان يرى أن الحياة يجب أن تعاش بشكل كامل في الحاضر دون الاعتماد على الأمل في حياة بعد الموت الأديان الإبراهيمية ونبدأ باليهودية الرؤية اليهودية للحياة بعد الموت متنوعة وتعتمد على النصوص والتفسيرات بشكل عام هناك اعتقاد بالحياة بعد الموت حيث يكافأ الأبرار في عالم الأرواح أو الجنة بينما يعاقب الأسرار الأفكار حول قيامة الأموات توجد في بعض النصوص مثل سفر دانيال التلمود الذي يضم تفسيرات حاخامية ونقاشات حول الآخرة يلعب دورا مهما في تشكيل هذه الرؤية المسيحية تؤمن المسيحية بخلود الروح وقيامتها بعد الموت العقيدة المسيحية تعتقد بأن المؤمنين سيبعثون ليعيشوا حياة أبدية في الجنة بينما غير المؤمنين سيواجهون الدينونة الأبدية هذه الأفكار ترتكز على تعاليم العهد الجديد وخاصة رؤيا يحنى بالإضافة إلى كتابات أباء الكنيسة مثل القديس أو ستينوس الإسلام يؤمن الإسلام بوضوح بالحياة بعد الموت القرآن يصف الآخر بالتفصيل حيث يتم محاسبة الناس على أعمالهم في الحياة الدنيا المؤمنون الصالحون يذهبون إلى الجنة بينما يذهب الأشرار إلى الجحيم الحديث النبوي وكتب التفسير مثل تفسير الطبري وتفسير ابن كثير تقدم شرحا مفصلا لهذه المفاهيم الخلاصة الآراء حول ما بعد الموت تنوع بشكل كبير بين الفلاسفة والأديان الإبراهيمية الفلاسفة قدموا رؤى مختلفات تراوح من الإيمان بخلود الروح وانتقالها إلى عوالم أخرى إلى الشك في إمكانية المعرفة بشأن هذه المسألة أما الأديان الإبراهيمية فهي تجمع على وجود حياة بعد الموت وتصفها بتفصيل من خلال عقائدها المختلفة إن استكشاف هذه الأفكار يعطينا نظر عميقة إلى كيفية تفكير البشرية حول أحد أكثر الأسئلة إثارة للجدل والتفكير سواء كنت مهتما بالفلسفة أو الدين أو تبحث فقط عن إجابات لهذه الأسئلة الوجودية فإن هذا الموضوع يوفر مادة غنية للتفكير والنقاش ترجمة نانسي قنقر